حسن الصباح في مدينة قم بإيران في عائلة شيعية والده علي بن محمد بن جعفر الصباح الحميري أصله من الكوفة لكنه ادعى أن نسبه حميري يمني كان قد هاجر من الكوفة إلى مدينة قم ومن ثم انتقل إلى مدينة الري التي كانت من المراكز المهمة الأخرى للتعاليم الشيعية ولنشاطات الدعاة الإسماعيليين الباطنيين نشأ حسن في الري وتلقى تعليمه واطلع في السابعة عشر من عمره على التعاليم الإسماعيلية حتى اعتنق هذا المذهب في عام 1070 للميلاد أثار حسن الصباح اهتمام ابن عطاش الزعيم الإسماعيلي في ديار السلاجقة والذي كان قد قدم إلى الري فمنحه ابن عطاش الذي أدرك مواهبه وكفاءته مقاما في مراتب الدعوة الإسماعيلية وفي العام 1071 للميلاد صاحب حسن الصباح ابن عطاش إلى أصفهان المركز السري للدعوة الإسماعيلية في إيران وفي عام 1077 للميلاد توجه بناء على نصيحة ابن عطاش إلى القاهرة عاصمة الفاطميين لينال مزيدا من التعليم في ذلك الحين كان بدر الجمالي أمير الجيوش ووزير الفاطميين قد أصبح داعي الدعاة ولم يحظى حسن الصباح برؤية مستنصر بالله ويبدو أن حسن في مصر قد اختلف مع بدر الجمالي فغادر القاهرة إلى الإسكندرية وهي مدينة معارضية الوزير بدر الجمالي غادر حسن الصباح في نهاية المطاف مصر وعاد في عام 1081 للميلاد إلى مدينة أصفهان ويبدو أن حسن الصباح في أثناء إقامته في مصر قد تعلم أشياء استخدمها فيما بعد في تدوين سياسته الثورية فقد كان على يقين أن الدولة الفاطمية آيلة إلى الانهيار وليس لديها القدرات اللازمة لمساعدة إسماعلي إيران في مقاومتهم للسلاجقة الأتراك بعد عودتها عمض حسن 9 سنوات يسافر في أنحاء إيران بصفته داعية إسماعليا وفي هذه الحقبة رسم سياسته الثورية وأجرى تقييما لقدرات السلاجقة العسكرية في مختلف المناطق ظل اهتمامه حتى العام 1089 للميلاد منصبا على الولايات الساحلية لبحر مازنديران لا سيما منطقة الديلم الجبلية منه فهذه المنطقة كانت منذ زمن بعيد ملجأ الشيعة وبعيدة عن مراكز سلطة السلاجقة في وسط إيران وغربيها فضلا على أن الدعوة الإسماعيلية كانت قد انتشرت إلى حد ما في بلاد الديلم التي كانت حصن الشيعة الزيدية في ذلك الحين رسم حسن خطة للتمرد على السلاجقة وكان يبحث عن مكان مناسب يقيم فيه مقر عملياته ولهذه الغاية اختار في النهاية قلعة ألاموت في منطقة ردبار أرسل حسن الصباح للاستلاء على قلعة ألاموت التي كانت في تلك الآونة في أي دولات سلاجقة عددا من الدعاة الإسماعليين نحو تلك الناحية ليدخل أهاليها في المذهب الإسماعيلي كما استدعى الإسماعيليين من أماكن أخرى وأسكنهم في ألاموت وفي عام 1090 للميلاد اختبأ في قلعة ألاموت وظل لمدة يخفي هويته هربا من استخبارات الوزير نظام الملك التي كانت تتقفى أثره وكان خلال ذلك يعلم أطفال حرس القلعة بصفته معلما باسم مختلف واعتنق عدد كبير من الحراس المذهب الإسماعيلي حين وصل عدد موريدي حسن الصباح داخل القلعة وخارجها إلى الحد المطلوب سقطت القلعة في أيديهم بسهولة كان احتلال القلعة بداية مرحلة الثورة المسلحة لإسماعيلي إيران في وجه السلاجقة وكان إيذانا لتأسيس ما عرف فيما بعد بالحكومة الإسماعيلية النزارية المستقلة كان لذا حسن الصباح في ثورته على السلاجقة مجموعة معقدة من الدوافع المذهبية السياسية فلقد كان كشيعي إسماعيلي معارضا لسياسات السلاجقة الذين أقسموا كونهم الحماة الجدد لأهل السنة على إسقاط الدولة الإسماعيلية الفاطمية المعادية للشيعة وكان يشكو من ظلم عمال ملك شاه السلجوقي والوزير الأعظم نظام الملك ما أن استقر حسن الصباح في قلعة ألاموت حتى شرع بترميم التحصينات وزيادتها وكذا مخازن المؤن فجعل من ألاموت من الناحية الدفاعية والاكتفاء الذاتي قلعة حصينة عصية على الاحتلال وبإمكانها الصمود مهما طال آمد الحصار وهو امتحان نجحت في اختباره فيما بعد أكثر من مرة والساعة حسن الصباح فيما بعد نطاق نفوذه إلى جميع أنحاء رضبار والمناطق المجاورة لها في الديلم ودفع أعدادا كبيرة من السكان على اعتناق المذهب الإسماعيلي واحتل قلاعا أخرى وشيد قلاعا جديده وأنشأ في ألاموت مكتبة قيمة ظلت تتزايد أعداد مجموعات الكتب بها والأدوات العلمية فيها إلى آونة الاجتياح المغولي وتهديم ألاموت في العام 1256 على يد القائد المغولي بلغاي التابع للحاكم هولاكو لم يمضي وقت طويل وإذ بالقوات السلجوقية تهاجم القلعة ومنذ إذن دخل إسماعيلي إيران صراعات عسكرية طويلة الأمد مع السلاجقة في سنة 1091 للميلاد أرسل حسن الصباح أحد الدعاة واسمه حسني قائمي إلى قهستان في الجنوب الشرقي من خرسان ليأتي بمساعدات للتحرك وسرعان من طفض أهالي قهستان وهبوا هبة رجل واحد في وجه السلاجقة وسيطروا على عدة مدن رئيسية مثل قائن وطبس وتون وزون في تلك الآونة شكل حسن الصباح في رضبار وقهستان حكومة مستقلة لإسماعيلي إيران وبدأ بمحاربة السلاجقة في سنة 1092 للميلاد وجه ملك شاه بناء على نصيحة نظام الملك حملة لمحاربة الإسماعيليين في رضبار وقهستان لكن الحملة لم تحقق أغراضها لموت ملك شاه ونظام الملك في السنة نفسها هذه الصدفة وصراع أبناء ملك شاه على خلافته جعلت حسن الصباح يجد الفرصة مؤاثية لتثبيت موقعه وبسط سلطته وقد سيطر الإسماعيليون على عدد من القلاع في ضواح ضمغان والأقسام الشرقية من جبال البرز وجه الإسماعيليون أنظارهم إلى النواحي القريبة من مقر السلاجقة في أصفهان في هذه المنطقة كانت قيادة الإسماعيلية في يد أحمد ابن عبد الملك ابن عطاش الذي أحرز نصرا كبيرا باحتلاله لقلعة أصفهان حيث أن ما يقارب 30 ألف شخص في منطقة أصفهان يعتنق المذهب الإسماعيلي ابتكر إسماعيلي إيران نظرا للظروف السياسية ومنها هيكلية السلطة في الدولة السلجوقية أساليب قتالية خاصة كان حسن الصباح مدركا منذ البداية لأهمية الدولة السلجوقية غير المركزية وكان يعلم جيدا أنه لن يكون هناك سلطان قوي بعد ملك شاه وعليه أن يطيح به بواسطة جيش كبير كانت السلطة السياسية والعسكرية للسلاجقة مقسمة بشكل عام بين عدد كبير من الأمراء ملك كل واحد منهم ناحية كإقطاع له لذلك سأحسن الصباح أن يستولي على النواحي التي يحكم السلاجقة واحدة بعد الأخرى من خلال سيطرته على عدد من قلاع السلاجقة المنيعة كان آمر تلك القلاع يتلقون الأوامر العامة من ألموت لكنهم يتصرفون بحرية في أماكن عملهم كما ظهرت سياسة قتل الشخصيات العسكرية والسياسية والدينية أيضا وتصفيتها فكان حسن الصباح قائد هذه العمليات ومدبرها فكان يستخدم لهذا الغرض أسلوبا استخدمه قبلها وفي عصره أيضا جماعات مختلفة إنها جماعة الحشاشين أشرص جماعة إرهابية عرفها التاريخ وأفزعت الناس لأزيد من مئتي سنة ولذلك كانت كل حادثة قتل مهمة حدثت في عصر ألموت في أحد مراكز العالم الإسلامي الرئيسية تنسب إلى الفدائيين الإسماعليين أو ما يسمى بالحشاشين في الوقت الذي كانت فيه قوة إسماعلي إيران بقيادة حسن الصباح تزداد فاعلية ويتسع نطاق عملياتها توفي المستنصر بالله الخليفة الفاطمي والإمام الإسماعلي في العام ألف وأربعة وتسعين في القاهرة ودب النزاع على خلافته كانت قد مضت عدة سنوات على تولي حسن الصباح زعامة الإسماعليين في ديار السلاجقة وفي النزاع على خلافة المستنصر بالله دعم حق نزار ودعواه كان نزار في الأصل ولي عهد المستنصر لكن الفضل الوزير الفاطمي حينها حرمه من حقوقه وليا للعهد وقد قتل نزار في العام ألف وستة وتسعين للميلاد قطع حسن الصباح مباشرة علاقاته بالدولة الفاطمية وبالجهاز المركزي للدعوة الإسماعيلية في القاهرة وهكذا لم يعترف بإمامة المستعل شقيق نزار الذي أجلس على العرش الفاطمي خليفة لوالدهم المستنصر بالله واتخذ القرار بتأسيس الدعوة النزارية المستقلة لكن في أثناء حياته لم يصرح على الإطلاق باسم الخليفة نزار منذ ذلك الحين اشتهر إسماعلي إيران باسم النزارية أيضا ولم يكن لهم حينئذ إمام وجربوا مرة أخرى عصر الغيبة أو عصر غيبة إمامهم كحالهم قبل تأسيس الدولة الفاطمية في مثل هذا الوضع كان الحجة نائب الإمام المطلق وقد عد النزاريون في عصر الغيبة حسن الصباح حجة إمامهم الغائب ظل اسم نزار لما يقارب سمعين عاما بعد وفاته يحفر على النقود المضروبة في ألموت والدعاء لذريته من دون ذكر إسم أي منهم بدأت نشاطات حسن الصباح تولد الشعور بأن إسماعلي إيران قد بدأوا دعوة جديدة مقارنة بالدعوة الإسماعيلية القديمة في العصر الفاطمي في المغرب ومصر أثار نشر عقيدة حسن الصباح نقى مؤسسة أهل السنة الفقهية والخلافة العباسية ولهذا الغرض أمر الخليفة العباسي المستظهر الإمام الغزالي أن يكتب رسالة جامعة في الرد على الإسماعليين الباطنيين في هذه الرسالة التي كتبها الغزالي قبيل العام 1096 للميلاد والتي عرفت فيما بعد بالمستظهرية رفض لعقيدة التعليم التي اتبع حسن الصباح في عصر السلطان بارك ياروك استمرت العقيدة الباطنية في إيران كذلك بالانتشار ووصلت إلى قرب أصفهان عاصمة السلاجقة في مثل هذه الأوضاع والظروف دب الذعر في قلب بارك ياروك في غلب إيران وفي قلب السلطان صنجر في شرقيها من قوة الباطنيين المتزايدة يوما بعد يوم فاتفق أن يتصيد كل واحد منهما في منطقة نفوذه للباطنيين بشكل حاسم ولكن إلى حين موت بارك ياروك في العام 1105 للميلاد كان حسن الصباح قد استطاع أن يوسع نطاق نشاطه في إرسال الدعاة الإيرانيين إلى الشام بادر السلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي خليفة بارك ياروك على نحو حاسم إلى محاربة الإسماعيلية فأرسل جيشا كبيرا إلى ألموت وحاصر شخصيا مع جنوده قلعة أصفهان التي بناها السلطان ملك شاه الأول على جبل منيع وكانت النهاية أنه انتزعها من أيدي الباطنيين في العام 1106 للميلاد وقتل صاحب أحمد بن عبد الملك بن عطاش وأنهى نفوذهم في منطقة أصفهان بعد موت السلطان محمد بن ملك شاه في العام 1118 للميلاد احتدم الصراع الداخلي من جديد بين السلاجقة على خلافته وهذا ما منح نزاري إيران فرصة لتعويض خسائرهم السابقة حتى السنوات الأخيرة من عمر حسن الصباح فقدت ثورة الباطنيين النزاريين ضد السلاجقة الزخمها السابق بفشل كل حملاتها كان حسن الصباح متكلما وفيلسوفا وعالما فلكيا وكان متبحرا في علوم الإدارة والتدبير السياسي والتنظيم العسكري ظل في ألموت أكثر من ثلاثين سنة وقيل أنه لم يخرج منها أبدا وكان يبقى دائما في غرفته الصغيرة متفرغا لمطالعة الكتب ووضع تعاليم الدعوة الإسماعيلية النزارية وإدارة أمور الدولة كان متشددا مع الصديق والعدو على حد سواء توفي حسن الصباح في العام 1124 للميلاد على إثر مرض لمطط المدته ووري الثارى بالقرب من قلعة ألموت وكانت مقبرته مزارا للإسماعيليين إلى أن هدمها القائد بلغاي ذكرت بعض المصادر الإيرانية أن حسن الصباح ورجل الدولة نظام الملك وكذا عمر الخيام كانوا زملاء دراسة في أحد الكتاتيب في مدينة نيصابور لكنهم أصبحوا أعداء زمانهم فيما بعد إلى هنا ينتهي موضوعنا إن أعجبك لا تنسى الاشتراك بالقناة وكتابة تعليق أسفل المقطع أودعكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر